برضو الحقيقة من الممكن أن يكون هناك مدالية لفريق جماعي أعتقد أن دي هتبقى أول مدالية تحصل في تاريخ مصر أولا النجاح ده مش مجرد صدفة كده أو لا ده تخطيط بصراحة ممتاز يعني ببيادة رئيس مجلس دارة اتحاد اليد الكابتن حسن مصطفى أولا نحن يعني لو بصين احنا أبطال العالم الدولي والمصري برضو يعني هو بدأ يعني بخطط بشكل ممتاز جدا أولا نحن أبطال العالم في الناشئين تالت العالم للشباب انت السابع على العالم في كاس العالم للأخير انت السابع وحظنا ان احنا قابلنا الدلمارك وخاصرنا بركلات الجزاء لولا ان احنا قابلنا الدلمارك في يعني بادري كنا برضو في كاس العالم الأخير ده كنا قدرنا ان احنا نوصل مربع زهبي فالجيل الموجود ده الخليط ما بين الشباب والكبار اللعبة الكبار اللي هي الخبرات زي أحمد الأحمر واللعبة الشباب اللي سطلع المدرب الأسباني باروندو واحد من أفضل المدربين الموجودين في العالم انت جاهلك مدرب زي باروندو الأسباني الحاجة التانية برضو أول مرة من فترة نشوف فترة إعداد محترمة قوية لمنتخب مصر الكرة اليد انت بتلعب قبل البطولة مع أسبانيا مع فرنسا مع ألمانيا مع كرواتيا يعني مع كل الكرة العظمى في كرة اليد لعبت معهم قبل اللومبيات وبالتالي انت عندك تخطيط محترم عندك مجلس إدارة بصراحة محترم خطة صح عندك جيل مش مجرد جيل زهبي بس آه لكن انت عندك الجيل الزهبي ده ساعدته بحاجات لدرجة ان انت وصلت بقى عندك في كل مركز اتنين أحسن من بعض يعني لو بصنا على مثلا بعض الأرقام فيه الأرقام رسمية طلع النهاردة الموقع الرسمي بتاع البطولة مطلع أفضل حارسين في البطولة المنتخب المصري أحمد الطيار وكريم هنداوي كاتونجا أحسن حارسين لو بصنا على الأرقام أول حاجة هنلاقي يعني إن أول حارسين هم معنا الطيار وكريم هنداوي كريم هنداوي تصدى ليه 45 تزديدة 45 تزديدة بنسبة 33% يعني دول أول 3 أفضل 3 حراس في البطولة الحارس الألماني وأول 2 من مصر فدي بيأكدين أن انت عندك جيل محترم جدا يعني الحارس الأساسي والحارس البديل من ضمن أفضل 3 حراس في البطولة كمان أفضل مدافع في البطولة أحمد المصري لعب النادي الأهلي والناس كتير بتقول أحمد المصري إيه دوره في البطولة اللي هو اللعيب البديل ده ده واحد من أهم الأدوار أهم الأجنحة لو بصنا على الرقم هو أحسن مدافع أحسن بلوك في البطولة أحسن مدافع في البطولة إبراهيم المصري اللي هو لعب النادي الأهلي ده عامل 11 بلوك وعلى فكرة رقم رقم 2 من فرنسا فبرجاس اللي احنا هنلاعبه الماتش الجاي وبالتالي إبراهيم المصري برضو بيقدم بطولة هيلة نيجي بقى للهدفين قيمة الهدفين بتاعت البطولة أفضل 20 هداف يعني منهم 4 من مصر 4 رقم 1 عمر يحيى المحترف في المجر واحد من أهم اللعيبة في المنتخب المصري مسجل 27 هدف نيجي بعد كده لحمد هشام دودو طبعا برضو محترف في نيميل فرنسي مسجل 25 هدف أحمد لحمر مسجل 24 طبعا ده متخصص رميات جزاء أحمد لحمر مسجل 13 رمي الجزاء لمنتخب مصر من 14 لعيب خبرة كبيرة جدا محمد سند الجناح الطاير لعب نادي نيميل فرنسي مسجل 24 هدف بالتالي أربعة من الهدفين من منتخب مصر نيجي بعد كده برضو للجول والأسستة مع بعض الأكتر لعيبة المساهمين فيه أهداف في البطولة أي برضو مين من مصر نبص على القايمة هلاقي عمر يحي عمر يحي بيقدم بطولة كويسة ولو استمر على الأداة ده ممكن ياخد أفضل لعب في البطولة بالأرقام إنه هو مسجل مساهم في جول وأسست 41 هدف عامل 24 جول و14 أسست فمساهم فيه 41 أحمد هشام دودو ده أفضل موهبة صعدة يعني اللعيب حريف قوي من أحرف اللعيبة في الكرة اليد مش مجرد إنه هو قوي بيع في شوت بس لكن اللعيب زاكي مش مجرد عضلات بس لا ده مخ محترف في نادي نيمي الفرنسي مساهم في 38 هدف مساهم في 25 هدف وعامل 13 أسست ترجمة نانسي قنقر